نجم الدين حملة من مدينة عين البيضة ولاية أم البواقي شاب طمح تألق رفقة عناصر المنتخب الوطني في منافسة البطولة العالمية للكامبو التي أقيمت مؤخرا بمدينة أنطاليا التركيا تويج بثلاث ميداليات ذهبية واحدة فضية وبرونزية وذلك عن جدارة واستحقاق لمرتبة أولى ميدالية ذهبية في اختصاص سومي كامبو بعدها التغلب على خصومة كانت من مختلف الدول الحمد لله يا ربي تحصلت على مرتبة أولى وجبت مرتبة ثانية في اختصاص سوميش الميدالية في الضية شاب مصارع بالنادي الرياضي الهاوي شباب الكامبو بعين البيضة تحدى الصعاب وحقق الهدف المنشود وجبت مرتبة ثالثة مع واحدة تونسي والحمد لله يا ربي عندي ثلاث سنين نتدرب عند الشيخ شوقي النتيجة التي تحصلنا عليها في 2021 هي التي تهضر على العمل الذي نقوم به كمدرب ومعايا مدربين مساعدين حتى وما ساهموا في الإنجاز هذا والتقم الإداري ثاني نشكره نجم الدين موهبة واعدة العزيمة سر نجاحه والإرادة من جهود عطائه يستحق كل التجيع لمواصلة مسيرة التتويج وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائل ترجمة نانسي قنقر